السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بني تعملين ايه? يا رب كلكم تبقوا بخير. تعالوا بقى نشوفوا النهاردة الفيديو بتاعنا عن الطعمية. اه دي اول مرة اعمل فيها الطعمية. ولو انتي اه جربتيها هتنجح معيك برضو ان شاء الله من اول مرة. اه شايفة جمالها وحلوتها طبعا دوت انا عملها للتفريز. ودي تاني مرة انا عملتها فيها طبعا عشان نجحت معي. اه انا مبسوطة جدا ان هي نجحت معي لان انا الصراحة الطعمية. اه يعني خلاص جابت لي عقدة من الزيت وكده وكلام ده اللي بشتريها من بره من الشارع. فاوما عملتها في البيت اه بصراحة كان لنتوحفة. والاحلى والاجمل بقى في الموضوع اني اه اللي قال لي بتاعي الزيت مش هيبقى زي بره بقى يعني مستخدم الزيت بتاعه. اه بقى له شهور طبعا كلنا عارفيني الكلام ده. فبتبقى شربة زيت كتير جدا. وطبعا بتتعب بمعادتنا. وبتتعب تطلع على المريء والكلام ده. اه طعمها حلو جدا جدا زيها زي بتاعت بره بالزبط. اه هقول لك تعمليها ازاي بخطوات معينة. اه هي سهلة مش محتاجة اي حاجة انت هتجيبي ربع كيلو او نص كيلو على حسب ما انت عايزة كمية ديه لو عايزة تجرب في ربع كيلو بس. مفيش مشكلة هاتي ربع كيلو ويجرب. هاتي معها بقى بصلاية. وهاتي شوية من الطوم المفروم او اه او اتنين تلاتة كده من الطوم مفروميهم. اه او كده كده هتحطيهم في الكابة وهيتفرموا يعني. اه هتجيبي من اه البقدونس والكزبرة. مش الحزمة كلها. انا خدت بس يعني اه حبة كده صغيرة من دي ومن دي. وهبدأ ان انا احط معهم الفل ما تشوش ده. وبالكابة كده زي ما انت شايفة. اه انا بس بعمل الحركة دي علشان خاطر اه الفل يعني مواتش كده شوية افتح عليها وانزله وكده لانا بميلها وبتبدأ ان هي اه تفرم الحتة اللي انا وقفة عندها فاهماني. اه بس بس كده هو ده كل حاجة. اه طبعا انا بعد ما بخلص خالص خالص. هحط عليها البهارات بتاعتي هقولك برضو عليها لما تيجي المقطع بتاعها. هو كل اللي موجود ان انت هتشتري نص كيلو او ربع كيلو من الفل ما تشوش هتاخدي من الحزمة بتاعة البقدونس والكزبرة. يعني مش كلها. يعني خد بتاع ربعها كمان. هيخلي برضو شكلها حلو جميل واخضرة كده معيتي وتحفى بجد. وبصلايا وآآ يعني اقل من معلقة صغيرة او اقل من نص معلقة صغيرة من التوم المفروم. انت بقى لو حب التوم يعني انا ما بحب يعني التوم يبقى باين قوي فانا حطيت شوية صغيرة جدا. طبعا الكبة عندي عايزة بقى تعمليها آآ حبة بحبة آآ آآ انا الاول طبعا آآ شفت طرق كتير جدا بيعملوها ازاي وكده. فكانوا بزودوا فيها ميا كتير جدا. جدا. يعني لدرجة ان هم بعد كده بيرجعوا يصفوها. وبعدين يبدعوا يحطوا آآ الكيمية اللي بعدها. فطبعا انا ما حبتش كده. انا قلت انا هعملها بحبة. وآآ طبعا الطريقة دي احلى بكتير 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 من اي حاجة آآ تشوفيها آآ من اي فيديوهات تانية آآ هتجيبي بس نص كبية. نص كبية. آآ على المقدار اللي انا حطته ده. يعني كمان كان نقدي ربع آآ مقدار بتاع آآ الكبة. تمام? وهتحط عليهم نص كبية من آآ المية. وتبدأ ان انت تفرنيها. مش هتحتاجي ان انت يعني بس يضوب كده بنمشي الكبة عليها. يعني شايفة هي اصلا يعني شكلها بجد يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تلع معي حلوة قوي. وعجبت مامتي وعجبت اخواتي. وآآ حتى فرست لهم هما كمان. آآ هي مش آآ مش متعبة. ومش غالية. وآآ بجد بجد احسن بكتير من برا صحيا وماديا يعني من لتنين. احنا طبعا ما نحب ان احنا نعمل حاجة في البيت علشان خاطر. آآ بتبقى اوفار وبتبقى احسن. آآ بتبقى آآ نضيفة. بتبقى لو حاجة بمعمولة بزيت زي كده. آآ صدقيني بجد زيت بتاعك هيبقى طبعا نضيف مش مستعمل بقى له شهر ولا شهرين او تلاتة. آآ بجد يعني من كل من كل الاتجاهات بجد تحفة. وآآ زي ما انت شايفة كده بصي. وعايز اقولك برضو حاجة في اخر الفيديو مهمة جدا لما تبقي لو فرستيها وطلعتيها تعملي ايه. آآ هقولك برضو ان شاء الله قبل ما الفيديو يخلص. آآ بس هي بجد يعني جميلة بجد. انت ممكن تفروميها على مرتين. او على حسب الكابة بتاعتك لو شديدة او كده احنا هنا نبدأ بقى نحط الملح والفلفل والبهارات لو مش عابة تحطي الملح دلوقتي حطيه بعد ما تطلعيها من الفريزر. انما انت لو عتعمليها على طول. ممكن طبعا تحط الملح دلوقتي تحطي الملح والفلفل والكمون. آآ هتحطي آآ آآ هتحطي كمان ايه آآ آآ الكزبرة اللي هي آآ البودر. تمام? ما تحطيش بقى ولا توم بودر ولا بساب بودر ولا الحاجات دي كلها خالص. لأ هم كده بس. وهتقلبي. بس انا هدوب فرمتها وحطت عليها التوابل بتاعت دي. وهقلبها كويس جدا. وهبدأ ان انا احطها في الكياس وافرزها. اول بقى ما بتجي آآ خلاص بتمسك معيكي. وهتبدأ ان هي آآ او ما تطلعيها طبعا هيبقى فيها ميا. آآ ما تصفيش الميا اللي فيها جامد. يعني يدوب بس طلعي منها ميا حبة صغيرين جدا وخلي فيها ميا. ليه بقى? عشان انت لو آآ عصرتيها في ايدك وجيتي حطتيها في الزيت هتلاقيها فراتت معيكي. فلا ما تعملش كده خالص. آآ يعني تخلي جواها ميا ما تخافيش الميا دي مش هتبوزها او هتطلع شكلها وحشة او هتطلع حنية. لأ انت لما تيجي تقليها تقليها على نور متوسطة. وهتبقى معك زي الفلن. زي ما انت شايفة كده. وهجبلك برضو المقطع تاني اللي هو بعد الالي. آآ انا كده خلاص بصي. قلت طبعا لازم ان انا اوريكو آآ يعني اقليها قدامكو ووريكي ازاي طلعت معي. بجد مقرمشة جدا من برة ومستوية طبعا من جوه حمد لله ما شاء الله وطلع طعمها بقى تحفة. عايز اقولك ان انا لما مكلتها من هنا. يعني ما حستش ان هي اصلا معمولة في زيت. بجد. والله والله. آآ غير آآ غير كده خالص. حتى كمان جوزي برضو ما بيحبش ياكل طعمية من برة علشان خطر الزيت ده برضو بيتعب معدته. لكن انا لما عملتها طعمها في البيت زي ما انت شايف كده الزيت بتاعك هيبقى نظيف. ما فيوش اي شوائب آآ مش قديم. آآ طبعا تقدر تعملي في الزيت ده اكتر من مرة. لان هو هيبقى آآ جميل معيك ونضيف. طبعا انا حطيت عليها سمسم. وآآ يعني كده شيكتها كده. شكلها بقى جميل معنا. السمسم برضو بيدي كده شكل حلو. لو حبك كمان تحطي كمان كوز برة زي ما هو ما بيحطي كده برضو برة. آآ كوز برة وسمسم. فيش اي مشكلة معاك. بس بعد ما بتخلصي بتصفي الزيت لما بيقي ده وبعد ما بتقدر تستعمليه مرة تانية. بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طلع جميلة جدا. انا حبيتها جدا. وانت كمان لو الفيديو عجبك ما تنسيش بقى تعملي اللايك. علشان الفيديو بتاعنا يوصل لأكتر من عدد مشاهدة. ولو لسه اول مرة تشوفي القناة بتاعتي اتمنى تكوني من آآ من صديقاتي واخواتي وحبيباتي. وتعمل الاشتراك وتفعيل الجرس عشان اي حاجة نزلها تنزلك بالاشعار ان شاء الله. آآ وانسنوني في كل جديد وما تنسيش بقى تعملي جولة كده في القناة بتاعتي. ويا رب يعجبكم. وان ما تنسيش تعملي اللايك والسلام عليكم.